في مبادرة إنسانية خيرية تجند لاعب المنتخب الوطني الجزائري لمساعدة الشاب عدلان رباعي الذي يتواجد في حاجة ماسة لمبلغ يفوق الخمسة ملايير سنتيم لإجراء عملية جراحية على ركبته خارج الوطن وذلك بعد إطلاق العناصر المحلية لحملة تحسيسية خيرية وسط اللاعبين المتواجدين حاليا في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في دورة ودية لاعب المنتخب الوطني على رأسهم العناصر المحلية تأثر كثيرا للحالة التي يتواجد عليها عدلا وأجمع على ضرورة مساعدته حتى يجري عملية جراحية ويتخلص من الآلم الحادة التي يعاني منها وليس فقط لاعب المنتخب الوطني من تأهب لمساعدة المريض الذي تمنوا له الشفاء العجل بل حتى لاعب مختلف الفرق الوطنية إضافة إلى الشعب الجزائري الذي تجند بمختلف شرائحه لتقديم يد المساعدة ليقارب المبلغ الذي جمع إلى حد الساعة ملياري سنتيم والعملية متواصلة للوصول إلى المبلغ المحدد قبل يوم الواحد والعشرين أفريل تاريخ إجراء العملية أخونا عدلان من الولايات البوليدة نظن أنه تأثر بخطأ طبي وعبر قناة الهدف ندعو كل اللعبين الجزائريين بديتها بلعب المنتخب الوطني سنجمع قيمة من الأموال لكي نقدمها العائلة العدل بالبوليدة حتى يقوم بعمل الجراحي يرحد الآن المساعدات وصلت المليارين ونصف ويحتاج العملية بخمس مليارات وسبعمائة مليون سنتيم إن شاء الله نداء لكل اللعبين الجزائريين وأصحاب القلوب الرحيمة لكي يتقدموا إلى عدل إن شاء الله ويساعدوه إن شاء الله شكرا